السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله اقتراح ديالنا سيكون كعك ساهل والدي تبيتوني طابع كان وجدوه بكل سهولة وطبعا اذا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ديالي فمرحبا بكم والف مرحبا ضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الزرس باش يوصلكم كل جديد اذا نبدأ وبسم الله على بركة الله بالمقادر وطريقة تحضير هنا كنديرو ربعات المعالق ديال الزبدة زبدة ديال البواطة عادي كنسدع عليهم نسكس ديال سكر سانيدة او سكر حبيبات ساشي فانيلا كنحركوا المكونات دياله مزيان حتى كيدو بدق السكر كنضيف عليهم شوش بيضات لكيكونوا في درجة حرارة المطبخ كنخلف مكونات ديالنا مزيان حتى كتجانس مع بعض ديالها كنضيف ليهم نسكس ديال زيت المائدة او زيت لتير سوف نبدأ باضافة الدقيق الدقيق هنيا طبعا كنضيفوه تدريجيا هنيا اضفت الكاس اللول كنخلط كنضيلي هصشي ديال خميرة الحلويات واحدة من فئة 8 جرام كنزيد عليهم الكاس تاني طبعا هنه هاد الوصفة احتاجت ليه ربعات الكوس ديال دقيق هنضفت الكاس الثالث سوفي هنا يزد الكاس اللخر هذا الكاس اللخر كنزيدوه تدريجيا يعني شوية بشوية حتى كنت تحصل على القوام ما يكون شوية بشوية حتى كنت تحصل على هذا القوام صفي هنا يكا ناخد العجين ديالنا قندير فيها كايا حرب الصغار بحالة الشكل اللي كتشوفوا الفيديو صفي وكا ناخد الاداسة ديالنا العجيبة اللي هي الفرشت قندير فيها كايا خطوط يعني هذه الحلوة كتجي ساهلة وزوينة في المدق وطبعا كتكون بكمية وفيرة يعني في عشرة دقائق قدر يتوجج ديها وطبعا هنا يكن نكونو صخنا الفورن ديالنا من قبل في درجة حرارة مرتفعة كنشألو عليهم من تحت ومن الفوق حتى كاي طب لنا يعني محتاج شلوقت بزاف تقريبا 5 دقائق هكا كاك صفي غاي طيب هنا ياخذت شكلت اسود صفي نضير فيها القطع ديالنا ديال الحلوة صفي نستمر على هذه الكمية حتى نكملو الحلوة اللي لنا وهي رصفة ديالنا بعد المسالات طبعا كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وطبعا الى عجبتكم متنساوش تقليولي الاراء ديالكم في لقومنتير كتشجيع لي باش نستمروا في تقديم استقديم وصفات اكتر بصحة ورحة واسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله